كلنا في هذه الايام بنتابع مهرجان الجونة اما طوعا او كرها بقولك الكلام ده ليه علشان نركز كويس اوي احنا كل شيء بنقلت فيه الغرب السلام عليكم بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد طبعا حضراتكم متعودين مني دايما ان انا ما بعلقش على اي حدث من الاحداث الجارية الا اذا كان للدين فيها دخل بل ودخل كبير كلنا في هذه الايام بنتابع مهرجان الجونة اما طوعا او كرها يعني طوعا او كرها يعني طوعا في واحد بيخش ويبحث عن الاخبار بتاعة المهرجان او كرها تبقى حضرتك قاعد في امان الله على الفيسبوك وتلاقي الصور نزلالك او الفيديوهات نزلالك والعجيب ان الناس انقسمت الى فريقين فريق يرى ان هذا تخلف ورجعية وان هذا عري وفسق والفريق التاني شايف ان ده تمدن وحضارة وحاجات كتيرة جدا اناقة وشياكة كلام والفاظ ومصطلحات عالية جدا الاعجب ان اخوانا اللي شايفين ان ده تمدن وتحضر واناقة وشياكة بيسموا الفريق التاني ان هم اصحاب الفاشية الدينية قلت انا عايز احل المعادلة دي ببساطة كده وبالراحة فروحت القانون الفيزية وبالمناسبة انا كنت ادبي فجبت كباية مية وجبت برتقانة وحطيت البرتقانة في كباية المية لقيت ان البرتقانة عليت على سطح المية وده لما كانت البرتقانة بقشرتها طيب قمت مقشر البرتقانة وامتحاطت نفس البرتقانة في نفس كباية المية لقيت ان البرتقانة بعد ما زالت عنها القشرة وقعت في قاع الكباية وكأن قانون الفيزية بيقول ان التعري انحطاط ووقوع في القاع حتى لو كان قاع الكباية ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان ما فيش حاجة في الدنيا اتحرمت علينا الا ما هتكون في الجنة ان شاء رب العالمين حتى الخمر اللي هي متحرم علينا فربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين اطمئنوا لو انتم تنعتوا عنها في الدنيا فانا عامل لكم خمر في الجنة بس لا بتسبب سكر ولا بتزيل المهابة انما زي ما عبر عنها القرآن لذة للشاربين ركز كده معايا الحاجة الوحيدة اللي قعد تدور عليها في القرآن الكريم موضوع الاناقة والشياكة بتاع ان انا بيين جزء من جسمي ان المرأة تبين جسمها ان الراجل يبين جسمه علشان ما حد يشقول انت بتتكلم على السيدات او النساء فقط لا انا بتكلم على الجنسين بتكلم على الراجل اللي بيطلع انا اسف بيكشف لنا سدره واللي كاشف لنا رجله واللي كاشف لنا مش عارف اين اي مكان الكلام للفريقين فقعدت ادور على الموضوع ده اللي احنا بنقول عليه العري في القرآن الكريم عايزة شوفه فين المهم لقيت حاجة عجيبة قوي بعد ما تصلي على النبي الزيم لقيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على سيدنا ادم طول ما هو في الجنة ان ربنا ازال عنه الشقاء بعدم الجوع وعدم العري اسمع كده ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ركز كده وشوف ربنا امتنى على سيدنا ادم بايه العجيب بقى ان حضرتك لما تابع احداث قصة سيدنا ادم وامنا حواء عليهما السلام تلاقي ان اول عقوبة عقب بها سيدنا ادم وامنا حواء عليهما السلام بعد ما عصوا ربنا بالاكل من الشجرة ركز كده العقوبة دي هي اللي احنا بنعملها النهاردة بنقول عليها اناقة وشياكة ان هم يكشفوا عن سوقاتهما ان هم يبينوا الحاجة اللي ربنا حرمها سواء كالراجل او ست الراجل لي عورة والست لي عورة فالراجل العورته من الصرة للرقبة وعندنا في حاجة اسمها العرف فالعرف يأنفه ويأبى ان الراجل يكشف لنا سدره وان يكشف لنا رجله حتى ولو كانت مش عورة ليه لكن عندنا عادات وتقاليد لابد وان تحترم ومن الفقهاء من جاء على العرفة كالشرع تماما فركز كده في القرآن الكريم في اول عقوبة ربنا عاقد بها سيدنا ادم وستين حواء بعد ما اكلوا من الشجرة ركز فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان علي إما من ورق الجنة يا الله اول معصو ربنا سبحانه وتعالى ربنا عراهم بالمعنى اللي احنا نفهمه ربنا نزع عنهم الساتر اللي هو كان بملابس في الجنة اكيد ما هو ربنا بيقوله بدت لهما سوآتهما او كان بنور كما قال بعض العلماء كانت محجوبة عنهم المهم ان هما كانوا مستورين وخلي بالك ايا كان الساتر نور فنقول زي الهي او كان الساتر بملابس فنقول زي بشري لو ان الجنة مفهز زي بشري لكن خلينا نقول ان الملابس طلعت في القرآن الكريم هي الاناقة وهي الشياكة وهي التحضر وهي المدنية وهي التقدم الملابس طلعت في القرآن الكريم هي الزينة الملابس طلعت في القرآن الكريم هي الساتر مش العري يا سادة ولا ان احنا نكشف عما حرم الله سبحانه وتعالى او ما تأنف الطباء السليمة والنفوس المستقيمة ان نراه وان يكشف على بناتنا وعلى رجالنا وعلى اخواننا وعلى اولادنا بقولك الكلام ده ليه؟ علشان نركز كويس اوي احنا كل شيء بنقلد فيه الغرب كويس ان احنا مقلدين الغرب في الامور التافهة التي لا تفيد المجتمع ولا تجلب الخير للبلاد انما تجلب سوء الاخلاق تجلب الانحطاط والدمار وبعد كده بنسأل التحرش زاد ليه؟ وايه اللي حاصل في المجتمع؟ يا جماعة ركزوا لما نيجي نقلد الغرب نقلد الغرب في الابداع وفي الاتقان نقلد الغرب في العمل نقلد الغرب في كل الامور الطيبة مش في الامور التافهة يا رب نكون فهمنا الرسالة اللي عايزة وصلها لحضراتكم انا ما ليش علاقة بمهرجانات ولا ليش علاقة باحداث ايا كانت الاحداث لكن حبيت اقول رسالة لاخواننا اللي شايفين ايه دا تمدن واني دا تحضر واني دا التجديد في المجتمع مش دا التجديد ابدا في المجتمع وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى عاقب به سيدنا آدم وكل مهرجان وانتوا طيبين وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب البشير وعلى آله وصحبه اجمع اشتركوا في القناة